بسم الله الرحمن الرحيم الصبي القروي الذي سار لمسافات طويلة الصبي القروي الذي سار لمسافات طويلة كي يلتقي برئيس الجمهورية في البلدية ما هو الآن سيتكلم بعد التقديم أكرر مرة أخرى الصبي القروي الذي سار على أقدامه لمسافات طويلة ليذهب إلى البلدية كي يلتقي برئيس الجمهورية شكر القوة لي ويلقي أمامه قصيدة أفلح فيها بعد جهد جهيد ثم اقتحم المثالوجيا الإغريقية وأخذ من أسمائها والعراقية أيضا وأخذ من أسمائها أودونيس وإن كنت أنا تمنيت أن يأخذ براموثيوس سارق المعرفة وإن كان أودونيس وبراموثيوس كلاهما مثل ما يقولون وجهها لعملة واحدة لكن هذا الرجل الثابت على مبادئه والتي تحولت مهما تحولت ظل يتحول معها لكن بثبات على الحرية على الإنسانية على الكلمة على ما يريده لوطنه ولإنسانيته أنا لا أزيد في الكلمات سوى كلمة واحدة أقولها أيها الأخوة أكرمني الله أن تجاوزت الثمانين والتقيت بعميد الأدب واليوم أقدم عميد الحداثة أدونيس الأخوات والأخوة الحضور هزَّب هزَّب في جنسه ونال المدى بنفسه فهو وحده جنسه هذا هو أبو تمام يتحدَّث عن فرادته شخصاً وشعراً ويبدو اليوم كأنه يتحدَّث عن المعر وعن طه حسين صديقيه في البصر الذي يستبصر ويستشرف وفي البصيرة التي تتلمَّس وترى ألتقي المعرّ دائماً كل يومٍ تقريباً والتقيت طه حسين مرةً واحدة في بيثه قبيل الخامسة من حزيران 1967 الرمز الأكبر لانكسارات العرب في تاريخنا الحديث وهو حدثٌ حاسمٌ على الصعيدين السياسي والثقافي داخلياً وعلى صعيد العلاقة بين الذات والآخر كونياً الرَّخْت لهذا اللقاء فكتبت حوله مقالةً نشرتها في جريدة لسان الحال آنذاكَ في بيروت بعنوان مُنَمْنَمَةْ عَرَبِيَّةِ في تمثالٍ يوناني وقد كشف لي حوارنا في ذلك اللقاء طه حسين وَأَنَا عَنْ هَوَاجِسَ كَثِيراً مُشْتَرَكَةً بَيْنَنَا أَكْتَفِي الْآن لِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ الْإِحْتِفَائِيَّةِ أَنْ أَذْكُرَ أَمْرَيْنِ أَسَاسِين يشغلان العاملين في الحقول الفكر والفن والثقافة بعمة الأمر الأول هو أننا نحن العرب لا يمكن أن نتحرر حقاً سياسياً وثقافياً إلا إذا تحررنا بدئياً في كل ما يتصل بالعلاقة مع ماضينا بحيث ننظر إليه على الأقل كما نظر وينظر أقراننا في الوحدانية التي نشأت في عالمنا العربي اليهودية وشقيقتها الوحدانية المسيحية كما نظر هؤلاء الأقران إلى تاريخهم الماضي وإلى مورثاتهم الدينية والثقافية والسياسية بحرية كابلة الأمر الثاني هو أننا نحن العرب مزجنا ونمزج بين فكرة النمو وفكرة التقدم وقد استأثر النمو باهتمامنا كله حتى كاد أن يحل محل التقدم وأن يأخذ اسمه نفسه ونعلم جميعاً أن النمو انتقال أفقي من وضع إلى آخر مختلف أقل سوءاً إن لم يكن أجمل وأفضل فهو على سبيل المثال انتقال من السفر على ظهر دابة إلى السفر في طائرة أو سيارة ومن الاستضاءة بالشمعة إلى الاستضاءة بالنور الكهربائي ومن السكنة في كوخ أو في بيت من الطين والحجر إلى السكنة في بيت من الإسمنفي والمرمر وهذا كله ينهض على بعد نسميه أفقياً وهو ضروري لا شك وبالغ الأهمية لكن شريطة أن يكون مجرد أتاث لتحقيق التقدم لا أن يبقى مجرد تراكم كمي ظاهري وشكلي كما يسود الآن في عالمنا العربي وهذا يعني أن التقدم ينهض على أبعاد أسميها عمودية تتمثل في الإبداع والإنتاج لا في النقل والاستهلاء وهي أبعاد تتجسد في الانتقال من رؤية قديمة للإنسان والحياة والعالم فكراً وعلماً وفناً بحيث تنسخ وتحل محلها رؤية أحسن منها والعجب أننا نحن العرب نؤخذ بالسبات استعادة واجتراراً وتكراراً مع أن الوحي الإلهي نفسه ضرب للمؤمنين به مثلاً حياً يؤكد على ضرورة التغيير وليس على من يشك في ذلك إلا أن يقرأ من جديد الآية الكريمة السادسة بعد المئة في سورة البقرة القائلة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فإذا كان الوحي نفسه يتغير من الحسن إلى الأحسن فبالأحرى أن يتغير الإنسان والحياة والواقع من الحسن إلى الأحسن وفي مثل الناسخ والمنسوخ إذن آية وعبرة ومثال لمن يريد أن يقرأ أو يفكر ولمن يتأمل ويعتبر ويعمل هكذا تتيح لنا فكرة التقدم أن ننتقل من عالم التبعية إلى عالم الإبداع ومن حالة النقل والاستهلاك وإعادة الإنتاج إلى حالة النقل والاستبصار والتجاوز الخلاق والمشاركة في بناء الحضارة والإنسان وفي إبداع الأفضل والأجمل على المستوى الكوني والسؤال الأساس إذن هو بالنسبة إلي لماذا غلبت علينا فكرة النمو وغابت فكرة التقدم وليس لماذا تقدم الغرب وتخلف العرب كما صيغ فيما سميناه خطاب عصر النهضة وهذا ما يحتاج إلى نقاش من مستوى آخر نقاش حر وخلاق دون هذا النقاش سنظل ونحن القادرون مبدئيا سنظل عاجزين عمليا عن التقدم عن تأسيس الجامعات التي تعد بين أعظم المراكز العلمية الخاصة والمعرفية العامة في جميع الميادين وعن تأسيس أبهى المتاحب وأعظم دور للإحتفاء بالكتاب كتابة ونشرا وعن أن نجعل من بلادنا أرحب عالم لاستقبال الآخرين من أهل الإبداع على المستوى الكوني وأعلى مكان للإنسان حريات وحقوق وأوسع فضاء لهيام الإنسان في ابتكار المستقبل أكذا علينا أن نعرف أنفسنا حقا من كنا سابقا من نحن الآن وإلا فسوف نظل غارقين في لج التراكم الكمي الذي يولده النمو في معزل عن التقدم العمودي النوعي دون ذلك ستنشأ أيضا مشكلاتٌ معقدة تحول دون أن نرى أنفسنا حقا ودون أن نعرف من نحن حقا ودون أن نعرف كذلك من هذا الآخر الأجنبي الذي يحيط بنا ويطوقنا من جميع الجهات وسنبدو في هذا كله كأننا نعيش في آلة توجهنا وتقذف بنا أن شاءت ومتى شاءت آلةٌ سياسية أو آلةٌ انتمائيةٌ مذهبية أو آلةٌ إيديولوجية وهذه جميعاً آلات استتباعٍ واشتعبات وكم تضيئنا في هذا كله كلمةٌ للفراب تقول كل موجودٍ في ذاته فذاته له وكل موجودٍ في آلةٍ فذاته لغيره والحق لا أجد شخصياً أي معنى لأي فكر إذا لم يكن بساقاً من السؤال هل أنا موجودٌ في ذاتي أم أنني موجودٌ في آلة وإذا لم يؤسس تبعاً لذلك فكره على ذاتيته وعلى إبداعها الخاص واستقلاليتها مع الانفتاح الكامل على الآخر المختلف أيًا كان وأينما كان مستلهمين الكبير ابن رشد ورفقاءه الفلاثفة الذين أطلقوا أول من أطلقوا على الآخر المختلف في شخصي أرستو الوثني بالنسبة إلينا أطلقوا عليه اسم المعلم الأول والخطوة الأولى لخروجنا نحن العرب من هذه الآلة وتنويعاتها هي تمزيق الحجاب الكثير الذي يلقصق على بصائرنا وأبصارنا والذي يتمثل في الاستسلام شبه الكامل لسياسة الغرب الأمريكي الأوروبي ولثقافته التي يبنيها على أساس هذه السياسة فجمهورنا العربي الإسلامي يبدو في الممارسة كأنه يؤمن أن هذا الغرب هو خالق الحضارة الحديثة والمتفوق إنسانيا وأن رسالته الأولى هي تمزين العالم وهذا هو الحجاب الكثير الذي يجب تمزيقه وعند ذلك سنرى أن هذا الغرب الذي يدعي أنه الناقل الوحيد لرسالة التمذن تستعبده هو نفسه الآلة إضافة إلى أنه هو الذي خلق التراجيديات الوحشية في عالمنا الحديث وهو صاحب الرسالة الإبادية في هذا العالم بدءا من أشفيت واستمرارا في فلسطين مرورا بهيروشيما ونقاذاكي وفيتنام وكوسوفو في عالم الحداثة دون أن ننسى ما فعله قديما في القارة الأفريقية وما كان قد فعله باسم المسيحية في القارتين الأبرتيتين الشمالية والجنوبية حيث أبيد البشر وأبيدت إنجازات إبداعية بين أعظم الإنجازات التي أبدعها الإنسان في التاريخ كله مع هذا لا نزال نحتضن مدنية غربية شكلية ليست منا وليست لنا وتصنع في معزل كامل عن مشكلاتنا وهمومنا وآفاقنا الإنسانية وتسهم سرواتنا في تحقيق بعض منجزاتها ونحن إلى هذا كله نتبنى هذه المنجزات استيرادا واستهلاكا ونسر على رفض المبادئ العقلية التي أدت إلى إنجازها هكذا نعيش في انفصامين الإنفصام عن الذات والإنفصام عن الآخر المختلف ونمارس عمليا ثقافة تابعة وتبعية لا مثيل لها في تاريخ الشعوب أحيي الأساتذة المشاركين في هذه الندوة الذين سيضيؤون جوانب كثيرة في الأفق الرؤيوي العربي الحديث الذي أسس له على الرغم من جميع العوايا جيل من المفكرين العرب في طليعتهم طه حسين السادة المشاركون في هذه الندوة الأخوة والأخوات الحضور كنت أود أن أسمع إلى ما سيقال وأشارك في النقاش لكنني أعتذر منهم جميعا لأن علي أن أذهب إلى المطار أعتذر على نحو خاص من الصديق الأستاذ نجم عبد الكريمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر